حلوة فيكم حلقة جديدة من قصص ألعاب مرعبة مثل ما تعودنا راح أحكي لكم قصتين ورابطين وطبعا اللي بيخاف لا يكمل معنا الفيديو واللي بيتحمس يقول خلونا نبدأ أول قصة معنا بعنوان بريستيج لاعب يسمي نفسه فليب دايما كان يحب يلعب طور الزومبي في لعبة كولف دوتي وبالأخص من مطورين بلاك أوبس وعشان كذا تحمس كثير يوم أسطر جزر رابع واختشف أنه يقدر يلعب مع بوتس يعني شخصيات يتحكم فيها الكمبيوتر وعشان هذه الخاصية الجديدة حب اللعبة أكثر بدل ما يلعب مع ناس عشوائيين وكان ما يلعب إلا في خريطة وحدة اللي هي كلاسيفايت لأنه كان يعرف مكان تطوير الأسلحة وكان يلاحظ أن البوتس كان يتطورون معاه حتى واحد منهم وصل لمرحلة البرستيج وهذه الشخصية بدل يلاحظ عليها أن يتصرف بشكل مختلف ما كان كمبيوتر كأنه شخص واقعي يلعب معاه وطول الوقت كان يحسب أن هذا شيء مقصود من المطورين وأن اختراع رهيب منهم بحيث أنهم طوروا الذكاء الاصطناعي إلى هذه المرحلة بأنه يتصرف كأنه إنسان يلعب معاه لكن في يوم بالأيام لما شغل اللعبة شاف أن اثنين من البوتس مكتوم المايك عنهم كالعادة ما عدا اللي موصل لمرحلة البرستيج كان المايك يشتغل عنده وكان هذا الشيء غريب لكن ماهتم لكثير وبدأ يلعب استمر في اللعب لفترة طويلة حتى أنه وصل للبرستيج وبعده ينقرر أن يطفي جهاز البلاي ستيشن قبل يقفل الجهاز سمع صوت خفيف يطلع من مايكل بوتس يقول له نايس جوب صار عمل رائع يا بني أو أحسنت عملا يا بني وجهه صار شاحب مشدة الرعب وراح يدور في الانترنت إذا في حد صار لنفس الموقف أو أن البوتس يتكلمون في اللعبة يقول كان مستمتع جدا في اللعبة عشان يبهر أصدقاءه أنه وصل لبرستيج وأن هذا الصوت كان يتخيل أنه كان تعبان قاعد يحاول يقلع نفسه وفي اليوم الثاني بدأ اللعبة مرة ثانية لكن كان في حاجة غريبة اثنين من البوتس كانوا مختفين كالعادة مادة اللي وصل لمرحة بريستيج كان موجود وبحسب وصفة قبل لتبدأ الخريطة أنه كان يسمع حمسات في المايك وما كان في شي مفهوم لكن استنتج وكأنه اللي موصل لبرستيج أنه أمر الاثنين بشي بدأت الخريطة وتفاجأ أن الاثنين كانوا مسكين شخصيته ويقول وأخيرا كشف عن نفسه اللي كان موصل لبرستيج كان صوته مرعب عبارة عن مجموعة أصوات تصرخ وتحترك وقرب منه وبطريقة ما خلاه يشوف رؤية عن أشخاص وكأنهم في جحيم وصراخ مرعب من شدة الألم بعد ما خلصت الرؤية قال This is hell وبعدها اللعبة انتهت والبوت طلع من الجحيم ومن بعدها ما شافه مرة ثانية وفعلا باقي أيامه كانت جحيم قصتنا الثانية بعنوان Good Ending قبل ما أبدأ أحكي القصة لازم أقولكم حاجة جدا مهمة القصة هذه مبنية على قصة حقيقية صارت يعني لأسف كل حاجة راح أذكرها حصلت في الحقيقة فاللي ما يبي يسمع حاجة حقيقية صارت تتخوف لا يبدأ يسمع ماي موجدين لسه؟ أوكي خلونا نبدأ القصة في اليابان وفي العام 1984 شخص اسمه شوكو أسهارة واللي معناه الحقيقة المطلقة قرر انه يبني طائفة جديدة طائفة مبنية على ديانات مختلفة مثل هندوسية والبوذية وغيرها والقائد يشوف نفسه انها المنقذ لها العالم ولها متابعين بالألاف في كثير من الدول والمتابعين يتبرعونها بالأموال وكل شيء حتى في شخص يقول تبرع بمبلغ ثمان ألاف ومئة دولار بس علشان يحصل على دم القائد علشان يشربه الطائفة تطورت بالأخير وصار القائد يخطب ويزعم ان الحرب العالمية الثالثة قريبة وما حد راح ينجو منها الا أعضاء هذه الطائفة وصارت الطائفة عنيفة يخطفون ويقتلون حتى المستخدم الكيماوي في بعض الهجمات وصاروا يرتبكون أبشع الجرائي ولهم هجوم مشهور وهو الأهم في عامات 1995 قرروا انهم يتركون خمس شنط مليانة أسلحة كيماوية في ثلاث قطرات في العبان هذا الهجوم قتل ثلاثين شخص وخمس ألاف ثمانمية جريح منهم الانعمة ومنهم اللي جاء شلل وغيرها الكثير وبعد هذا الهجوم بأشهر قليلة ظهرت لعبة باسم جود اندينغ من تطوير شركة باسم اوم صوفت اي او ام صوفت اللعبة تستعرض الهجوم وكيف ان القائد فرحان وان النهاية كانت سعيدة وكأن اللعبة كانت تسوي دعايا للطائفة ولا زالت اللعبة مجهولة المصدر ولا في أي معلومات عنها ويقال انها موجودة في الدارك ويب الكثير يعتقد ان بعض عضاء الطائفة هم المطورينها لان كثير من العضاء هم شباب أكاديميين وفيهم مطورين للسوفتوير وطول هذه الفترة ما في أحد منهم اعترف بأنه مسؤول عن أي هجوم أو قتل والقائد داما يخطب ويغني على الراديو ويصر النبري من الهجمات بالأخير تم الحكمة الكثير من أعضاء بالسجن 16 عضو ضمنهم القائد بالعدام وتم العدام في شهر 7 من هذه السنة وهذه كانت قصتين المرعبتين لهذه الأسبوع ونقول هذه الحلقة للسادسة قلوا إذا عجبتكم الحلقة وأيضا كالعادة أنا عارف تقولوا أنتم من الحلقة السابعة ولا أهمكم إن شاء الله بحاولة أجيب لكم حلقة السابعة بإذن الله بس لا تنسون الدعم وتشاركون فيديو هذا ويعطيكم العافية كما معكم فاد الشيحة مع السلام